السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا وسهلا بكم أعزائي المشاهدين أعزائي المشاهدات نرحب بكم اليوم في حلقة جديدة وموضوع جديد بعنوان المصادر الغذائية للبوتاسيوم يتوفر البوتاسيوم في جميع الفواكه والخضار واللحم والسمك ومن الأطعمة التي تحتوي على تراكيز عالية من البوتاسيوم كل من اليام والبقدونس وكذلك المشمش والمجفف والحليب والشوكولاتة وجميع المكسرات وبشكل خاص في اللوز والفستق والبطاطس أيضا وبتلات الخيزران والموز والأفوكاتو وماء جوز الهند وفول الصوية والنخالة تدرج وزارة الزراعة الخاصة بالولايات المتحدة الأطعمة التالية أيضا معجون الطماطم وعصير البرتقال والشمندر الأحمر والفاصولية والبطاطس وموز الجنة والموز والمشمش وعدة مصادر غذائية أخرى للبوتاسيوم مرتبة تنازليا تبعا لمحتواتها من الكاليسيوم إن المقدار اليوم الكافي من البوتاسيوم يمكن تحصيله من 5 حبات موز الجنة أو 11 حبة موز إن الحمية الغذائية التي فيها كمية منخفضة من البوتاسيوم قد تسبب ارتفاع في ضغط الدم ونقص البوتاسيوم في الدم ونقول لكم الآن بعض المصادر الغذائية في البوتاسيوم أيضا وهي فول الصوية والمشمش والنخالة والفصدق ومعجون الطماطم والشمندر الأحمر الأوراق المطهية والعدس والزبيب واللوز وأيضا عصير البرتقال والفول السوداني ودقلة النور وحليب الصوية والكستناء الحلوى المحمصة أيضا وحنطة السوداء وهي الحبوب الكاملة والكاجو وبطاطا المقلية بالزيوت النباتية والبطاطس المطهوة أيضا أيضا فول الصوية المطهوة والأفوكادو والزنباع الأبيض والسبانخ المطهوة وموز الجنة المطهوة والفصولياء والطماطم والفصولياء المطهوة أيضا هكذا انتهت حلقة اليوم التي كانت بعنوان المصادر الغذائية للبوتاسيوم على أمل أن تكون أعجبتكم ونالت رضاكم هذه الحلقة المتواضعة وإلى لقاء آخر إن شاء الله تعالى